السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وعزائي طلبة الصف في السنة الاعدادي زي ما وعدناكم قلت لك حصة تفعولية كأنك قاعد معي في السنتر بالزبط عاوزين نشوف الحصة بتاعت النهاردة وانت قاعد في البيت زي المحترم هنشوف اه نبدأ في الاحسن هناخد حاجة اسمها مقاييس النازع المركزية مرت عليها في سنة الاعدادي ايه ايه من قاييس النازع المركزية مصر تعال نشوف مع بعض كلمة مخاييس النازع المركزية يعني الوسط والوسيط والمنوال ايه ده مصر ده احنا اخدناهم في السنة الاعدادي وهناخدهم تاني في سنة تانية اعدادي وركز عشان تفهم يعني نازع مركزية في ناس يعني عاوز تفهم يعني نازع مركزية لو انا عملت امتحان في فاصل ما عملت امتحان وجي ولا تسألني مصر انا جيب كام قلتول يا ابني مش فاكر كانت الدرجة من خمسين قال له مصر يعني متوسط الدرجات كام قلتوله في الاربعينات فالولد طمن مع انا ما قلتوليش الرقم كام بس ده متوسط الدرجات الولد قال احسن بغير ما هو عارف ان هي احسن عارفنا ان هي متوسط او وسط دي بنسميها القيم متركزة فين متركزة في الاربعينات اسمها نازع مركزية اللي بيقاس النازع المركزية ده ثلاث حاجات حاجة اسمها الوسط الحسابي ولو اسمي تاني اسمه المتوسط الحسابي انما الوسيط والمنواي ركز كده عشان نعمل سيستم لشغلنا الوسط هناخده القيم قيم يعني ارقام زي ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وهكذا واربعة هناخد الوسط الحساب الدول وهناخد الوسط الحسابي الجدول اسمه توزيع تكراري يبقى انا في اولا اعداد خدت الوسط والوسط والنواي للقيم بس وفي سنة تاني اعداد هاخده برضو القيم والكمان جدول لجدول والقيم في الوسيط نفس الكلام هاخده القيم ارقام والتوزيع تكراري يعني جدول كذلك الحال في المنواي تبركز كده النهاردة يبقى انا هقول تاني النهاردة ان شاء رحمن احصى مقاييس النازع المركزية هاخد ثلاث حاجات وسط ووسيط ومنوال هناخد الكلام ده لقيم زي يقول اعدادي كنا بنقول لك مجموع قيم على اعدادها فاكرين شوية والمنوال القيمة الاكثر تكران او شيوعا انسى لان احنا هنقولهم تاني المهم هنجيب الوسط لقيم والجدول الوسيط لقيم والجدول المنوال لقيم والجدول يبقى انا معي كم حاجة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا النهاردة انشاء الرحمن هاخد الوسط لجدول والمنوال لجدول يبقى انا هاخد توزيع تكراري المنوال لجدول والوسط لجدول او المتوسط لجدول تعالى مع بعض نشوف اول مثال يعني ايه نجيب الوسط لجدول تعالى بدي الجدول بالمنظر ده بنسميه جدول تكراري زي مجموعات يعني ايه مصر زي مجموعات تعالي نفهم يعني إيه المجموات لحظ إن جنب الأطنين شرطة Personalized شرطة ��ك together اربعة شرطة ستة شرطة يعني إيه ده مستر تعالي فاهمك ايه الفرق من خمسة عشرة خمستاشر وخمسة وجمبها شرطة وعشرة وجمبها شرطة وخمشر وجمبها شرطة تعالي نفهم يا شباب الخمسة ده عنصر اسمه خمسة العشرة عنصه اسمه عشرة الخمستاشر عنصر خمسة فأكثر يعني من خمسة لغاية أقل من العشرة يعني دي في الحقيقة جروب زمرة كاملة عدد أعداد كتير جدا من أول خمسة لغاية أقل من العشرة يعني والله اللي جاب ستة قاعد هنا موجودة هنا آه يعني دي مش خمسة لأ دي خمسة جمبها فأكثر يعني من خمسة لغاية أقل من العشرة يعني الخمسة موجودة والستة موجودة والخمسة والرصة موجودة لغاية أقل من العشرة يعني بتلك السبعة موجودة فين هنا معانيا مش اشوبها. اه يعني ان فهمت ان ده جروب. مجموعة. من 5 لغات اقلي من العشر. ودي من 10 لغات اقلي من 15. يبقى مرة ثانية. ده عناصر 5, 10, 15. انما ده اسمها مجموعات. الخامسة فاكثر. العشرة فاكثر. الخمس اشر فاكثر. بقى احنا ده اسمها مجموعات اتنين فاكثر يعني من اتنين لغات اقلي من الارباع. اربع لغات اقلي من الستة وهكزا. يبقى انا فاهمتك ماهيت الجدول عشان ما تقولش ايه الشرطة دي دي مش شرطة تسميها اتنين فا اكتر نرجع لما اسألتنا انا كلمتك قلتلك هنتكلم عن الوسط الحسابي لقيم بعد كده انا من النهر ده هتكلم عن وصل الحسابي لتوزيع تكراري يعني جدول طب يلا نتعلم لو ادانا جدول زي ده وطلب من الوسط الحسابي ركز واحفظ من مرة واحدة وانت محترم ممكن تعدي الفيديو مرة واثنين وثلاثة هعمل جدول مكون من اربع خنات عشان اجيب الوسط من جدول زي ده بعمل جدول مكون من اربع خنات احفظ من مرة وانت محترم وقادر يبقى من الجدول ده هعمل جدول مكون من اربع خنات ايه هما الاربع خنات يا مصر اول خانة المجموعات وبعد كده تاني خانة اسمها ميم وكاف وميم في كاف وتحت المجموع طب يا مصر ايه هما الميم والكاف هنعرف كل حاجة بس لو سمحت أحفظ معي الخط الخانات المجموعات بروب عليك ميم كاف ميم في كاف مرة كمان المجموعات ميم كاف ميم في كاف المجموعات بتتفضل تنقلها اثنين فأكثر اربعة فأكثر دي سهل لأه المجدول اثنين فأكثر اربعة فأكثر ستة فأكثر تمانية فأكثر عشرة فأكثر أخطر خانة هي خانة الميم يلا مسر عرفنا يعني ايه ميم بقى الميم هي مراكز المجموعات يعني الرقم اللي جوه هنا الرقم ده كام وده كام وده كام أنت عاوز المراكز اللي موجودة طب تعال كده نشوف إزاي نجيب أول مركز ودي أخطر خطوة يبقى حقوله تحت كلمة الحلة حقوله مركز المجموعة الأولى مركز المجموعة الأولى الشباب عبارة عن حدها الأدنى زائد حدها الأعلى على الاتنين يعني إيه يا مصر؟ يعني سيادتك عاوز أجيبي للرقم اللي في النص حجم مع اتنين زائد أربعة والقاسم الناتج على الاتنين اتنين زائد أربعة الكل على الاتنين الآن طلعتني تلاتة جميل أول مركز طلع تلاتة الرقم اللي في النص تلاتة مفروض أجيب بقى مركز المجموعة التانية اتنين أربعة زائد ستة على الاتنين والتالتة وهكذا لا إحنا حانيتها بمرة واحدة إحنا جيبنا أول مركز لما جمعنا اتنين زائد أربعة على الاتنين بقت ثلاثة عشان اجيب بقية المراكز هعمل حركة صغيرة تبقى صحيلها هشوف في المجموعات انا ماشي قد ايه اطرح اي اتنين متتاليين ستة نقص اربعة اتنين او اربعة نقص اتنين اتنين يبقى انا ماشي اتنينات صح ثم اقيل له زائد اتنين يعني طول ما انا ماشي بزاود اتنين انا تعبت واجبت اول مركز حجمع معا اتنين بقى خمسة تاني مركز خمسة اه يعني انا حتعب واجب اول واحد واشوف انا ماشي اتنينات زاود هنا اتنين اتنين وثلاثة خمسة يلا اللي عليه اتنين وخمسة سبعة اتنين وسبعة تسعة اتنين وتسعة حداشر اده المراكز مصر لو سمحت تاني من عيوني مساحنا البشا ده وحنقول له اول حاجة هعمل جدول مكون من اربع خنات اول خنات المجموعات ميم كاف مين في كاف بدأنا نفهم ايه هي الميم بس المجموعات المجموعات اللي بالعرض تتنزل بالطول اتنين اربعة ستة تمانية عشرة فاكثر اهم نتعب نجيب اول مركز فحقول له مركز المجموعة الاولى مركز مركز المجموعة الاولى بيساوي حدها الادنى زايد الاعلى على الاتنين حدها الادنى يعني اتنين زايد اربعة على الاتنين وتعملها بالالة زي ما هي مكتوبة مش عالة كده مش عالة شرطة كاس مش عالة كده لا على شرطة كاس زي ما هي مكتوبة الالة غبية لو اسمت تقسم الاخير بس لا تعملها بسطو مقام الالة طلعت تلاتة كتبت التلاتة مش هتعب واجيب التاني لا حشوف انا ماشي اقدي اولاد ستة نقص اربعة اتنين او تماني نقص اتنين ماشي اتنينات صح اكتب هنا زايد اتنين وطول ما انت ماشي زاود اتنين اتنين وتلاتة خمسة سهلة مصر والله تعودت عليها واتنين وخمسة سبعة واتنين وسبعة تسعة واتنين وتسعة حداشر ممتاز دي الخانة الوحيدة اللي باتعب فيها والباقي ايه الكاف دي يا مصر رمز للتكرار الكاف التكرار يلا نزل للتكرار لانا حنزل لانا مش هتعب عشرة عشرين وتلاتين وخمسة وعشرين وخمستاشر والمجموع مية جميل الخانة فتحة نفسها الاخيرة اسمها ميم في كافي يعني حضرة بالميم في الكافي يبقى تلاتة في عشرة بتلاتين خمسة في عشرين بمية بالآلة سبعة في تلاتين بمتين وعشرة تسعة في خمسة وعشرين بيتين خمسة وعشرين حداشر في خمستاشر بالآلة الحسبة مية خمسة وستين هنيجمع التوتل ده كله يبقى احنا الميم في الكافي فتحة نفسها تلاتة في عشرة بتلاتين خمسة بعشرين بمية سبعة في تلاتين بمتين وعشرة تسعة في خمسة وعشرين بيتين خمسة وعشرين كل ده بالآلة بلاش دماغنا طبعا حداشر في خمشة بمية خمسة وستين التوتل بتاع طلع سبعمية وثلاتين طب يا مستر انا بغد دلوقت انا تمام قبل ما كمل عملنا جدول مكاملنا اربع خنات المجموعات ميم كاف ميم في كاف وتحت المجموعة المجموعة تنزل عشرة في اكثر اربعة في اكثر اثنين في اربعة زي ما هو موجود عندي اثنين في اكثر اربعة في اكثر ستة في اكثر وهكذا ميم مركز المجموعات مركز المجموعة الاولى حدها الادنى زي ادي الاعلى على الاتنين اثنين زي ادي اربعة على الاتنين تلات طلع تلاتة كتبت تلاتة اشوف انا ماشي قدي ايه انا ماشي هنا اتنينات يبقى حزاود اتنين زي تلاتة خمسة تنين وخمسة سبعة تنين وسبعة تسعة تنين وتسعة تسعة يا مستر الوسط الحسابي يلا بقل اسمع القانون الوسط الحسابي بيساوي مج يعني مجموع اختصار مجموع مج اختصار مجموع مج مين في كاف يعني مجموع مين في كاف يعني مجموع الخانة دي على الخانة دي يعني ستك هتقسم ده على ده بس القانون مج مين في كاف على مج كاف مج اختصار مجموع مج مين في كاف على مج كاف يبقى بيساوي السبعمية وتلاتين على المية الالة طلعت لي سبعة وثلاثة من عشرة الله والله مستر سهل جميل الكلام يعني قبل ما نقول مثال تاني ملخص الكلام جدول بنعمل منه جدول اربع خانات طلب مني الوصل حسابي جدول اربع خانات المجموعات ميم كاف ميم في كاف طلب منك طلب ولا دخل على المسال اللي جاي وقف الفيديو انت انت هتوقف هتعمل الجدول تاخد الجدول وتحل انت من نفسك وبعد انت باشي الفيديو شوف المسر حلو ازاي انا حل زاي المسر يبقى انا تمام ما كانش وقف وعيد تاني تعال نشوف بيقول لي المجموعات عشرة فاكثر عشرين فاكثر تلاتين اربعين خمسين فاكثر المجموعات التكرار واحد اتنين اربعة اتنين واحد المجموعات احسب الوصل حسابي تبدأ سهل ايه السؤال التالي ده انه خلص السؤال وحلاء ربنا طلب الوسط ولا الوسيط ولا المنوال طلب الوسط يبقى جدول الاربع خانات المجموعات ميم كاف ميم في كاف برافو عليك هنا المجموعة وقفت حل انت من نفسك شوف تابع المسر بقى عشرة فاكثر نقلنا المجموعات عشرين تلاتين فاكثر اربعين فاكثر خمسين فاكثر والمجموعة ميم هي مراكز المجموعات حتعب شوية هنا مركز المجموع الاولى يلا نسمع حدها الادنى يعني بدايتها زائد الاعلى على الاتنين حدها الادنى يعني عشرة زائد عشرين على الاتنين خمستاشر كتبنا الخمستاشر تعبنا في اول مركز بس مش هتعب في البقيين حشوفيها الماشر قدي تلاتين نقص عشرين عشر او عشرين نقص عشر يعني ماشر عشرات يبقى حزود عشرة يا شباب طول ما نماش هكتبنا زائد عشر حسناتوه بالق Have 10 زائد 15 25 10 زائد 25 35 زائد العشرة 45 زائد العشرة 55 جميلا الكافي عن التكرار. ينزل التكرار. واحد. اتنين. اربعة. اتنين واحد. المجموع عشر. مين في كافي? يلا. مين في كافي? خمس شرف واحد بخمست عشر. خمسين. مية واربعين. تسعين. خمسة وخمسين. والمجموع. انت مكن للا حسب بتاعتك. طالع. تلتمية وخمسين. بالقل حسبة طبعا. بعد ما جبنا المجموع يلا. افتكر مع المستر. يبقى الوسط الحسابي. يبقى رفو عليك. الوسط الحسابي بيساوي. ها? مج يعني مجموع. مين في كاف? على مج كاف. يعني الخندي على الخندي. يعني كم على كم الشباب? تلتمية وخمسين على العشرة. يبقى النتج بيساوي خمسة وتلاتين. ممتاز. انا عاوز بقى الناس الشيائر المحترم. اللي اللي وقف وحلها من نفسه. كافي نفسك. الموضوع سهل. اربع خنات. المجموعات. مين كاف مين في كاف. المجموعات تنزل. المركز المجموع اللي اللي هتعب فيه شوية بس. هاخد اول اتنين. اجمعهم واسمهم معل اتنين. تطلع خمست عشر. كتبت الخمست عشر. عاوز شوف طول المجموع. يعني ماشي اطرح اي اتنين متلين. اربعين قسطتين عشرة. يبقى انا ماشي عشرات. هزود عشرة. زاد خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. خمسة واربعين. خمسة وخمسين. التكرار ينزل. مين في كاف? اضربهم في بعض. اجيب المجموع. اقسم ده على ده. يبقى اجيب تلوصل حساب. والله مصر سهل. بس الامال احكيت السؤال الغليب ده. يقول لي اذا كان درجة النجاح من تلاتين. عاوز عدد الطلب الراصي بين. موضوع سهل جدا. نيجى عندي التلاتين في المجموعات وطلع سهم كده. بالعقل بقى انت عارف رجل محترم وفاهم. اللي جايب تلاتين ده ناجح. اقل يبقى ساقط. انما تلاتين درجة ناجح من تلاتين فاللي جايب تلاتين ناجح. اللي اقتر من تلاتين فاكسر ده ناجح. تلاتين اربعين خمسين كل ده ناجح. انما من اقل من تلاتين ده اللي ساقط. يبقى لو عاوز عدد الطلبة الناجحين مش الراسبين اللي هو طلبها. الناجحين هاخد الاربع تنفرده. انت عارف الكلام ده معانا ايه? معانا اللي جايب عشرة. 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 اللي جايب ع الاربع تنفر دول والتنين دول والوحد ده هيبقى اربع زائد اثنين زائد لواحد يعني سبع تنفر نجحين بس هو عاوز wonoo حاطلع من الثلاثين بساهم هطنش تكررها لان ده ناجح حجمع الاثنين دول اثنين زائد واحد ثلاثة نفر ساقطي اذا ان عاش ان يطلب مني عدد الطلبه PIn حاطلع ناجحكها تمنين من ثلاثين حاطلع السهم الثلاثين اطنش تكرارها ليه بطنش تكرارها يا دكتور لان الاربعة دي ناجح اللي جاب تلاتين ده ناجح اطنشت ده اخد اللي قبليه اجمع ده وده يبقى عدد طلب الراصبين بيساوي واحد زائد اتنين بيساوي تلات طلاب راصبين دبعا الكلام سهل وجميل طب لو كنت عاوز في نفس المسألة عدد طلب الناجحين الناجح هاخد تكرارها اربعة زائد اتنين زائد الواحد سبع طلاب ناجحين ممتاز تعال نشوف المسأل اللي جاي بيقول لي اذا كان جدول ايه ده مصر ده فيه سين وكاف ايه سين وكاف بيقول لي لما لاني بقيت حريف عاوز ده كامل الجدول طب يا ابني ما سهلة خمسة فاكثر خمستاشر فاكثر السين ده هتبقى ايه انا بزود اتن بزود عشرات صح يبقى هنا هتبقى كام برافو عليك انا سامع خمسة فاكثر خمسة وعشرات يبقى هنا خمسة وعشرين فاكثر زودت عشرة يبقى السين سهلة السين بتساوي خمسة وعشرين فاكثر سهلة بيستردين طب اوكي السين كانت سهلة طب والكاف انا سامع الناس بتقول لي هعمل ايه واعمل لا 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 بوسيقى ده التكرار مش مفروض ان مجموع دولي اربعين حجمعهم كلهم ويساقون من الاربعين انا عارف ان الناس هتقول الاربعين وقصة بتحقوس مجموعهم بس مش هنعمل كده هنعمل ايه حجمعهم مش التكرار ده مجموعة اربعين فحقول له عشان اجيب الكاف يا دكتور هقول له الثلاثة زائد الكاف زائد الاتناشر زائد العاشرة زائد الخمسة حسابها بالل Progress يبقى مجموع remind 2030 اجمع الارقام دي بالآلة الآلة طلعتلي ثلاتה زائد اتناشر خمسة عشر تلاتين بالآلة تلاتة زائد اتناشر زائد عشر زائد خمسة تلاتين زائد الكاف بتساوي اللérience ودي التلاتين هناك بعكس الاشارة ايه بقى الكاف بتساوي 40 نقص 30 الكاف بتساوي 10 مثل انت تخضطني الكلام الغريب ده الكلام الغريب ده لما الرجل لاني بقى يتحريف حطيلي كده فخ في الجدول قال لي انا عاوزي السين بكم وكاف بكم طب بالنسبة للسين بمجرد النظر باشوفها المشاق ديه 5 فاكسر 15 فاكسر بزود 10 بقى ده 25 فاكسر دي مباشرة سهلة طب والكاف كلمة واحدة ابرك من 10 حاجمعهم وسوهم من الاربعين قديني جامعتهم وسويتهم من الاربعين اجمع الارقام بالالة 3 زائد 12 زائد العشرة زائد الخامسة بقى 30 زائد الكاف مش 30 كاف يا باش مهندس 30 زائد الكاف بتساوي 40 ودي التلاتين هناك بعكس الاشارة يبقى الكاف طلعت بعشرة طب بعد ما جبت السين والكاف وخطت درجتهم درجة السؤال الاول خطه هعمل الجدول ده بنظافة اياك تخش عالجدولة باربع خانات الا لما تكتب ده بنظافة المصر ما حضر الجدول فضاء يلا انا عبينا وانتم يبقى خمسة فاكثر خمستاشر فاكثر السين طلعنا بكامة باش مهندسين خمسة وعشرين فاكثر خمسة وتلاتين فاكثر خمسة واربعين فاكثر جميل تبقى الكاف تلاتة تكرار الكاف طلعنا بكام الشباب بعشرة اتناشر عشرة خمسة والمجموع فعلا متأكد انه باربعين كده كأن المسألة لسه بدأ انسى السين والكاف طلعت سهلة السين والكاف عملنا الجدول الخانتين بنظافة نعمل بقى الجدول باربع خانات ونتحرف فيه بقى المجموعات خلاص تكرار والتكرار بيعلم من الشطار كاف المجموعات ميم كاف ميم كاف ميم في كاف المجموعات خمسة فاكثر خمستاشر فاكثر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين وهنا المجموعة الميم بتعب شوية في مركز المجموعة الاولى فحقول له مركز المجموعة الاولى حدها الادنى زائد الاعلى على الاتنين يعني كم زائد كم الشباب المحتنم خمسة زائد خمستاشر على الاتنين الان انا طلعت لعشرة انا ماشي قد ايه 25 نقص لخمشار ده عشرة ماشي عشرة نقصي بقى بزود عشرة صدفة ان ده زي ده ان ما بطرح دولي من بعض ماشي عشرات ايه ده شوية وانت بتعمل الخانة دي 10 زي ده عشرة عشرين 30 40 50 ممتاز الكافي عن التكرار التكرار 3 10 12 10 5 والمجموعة 40 يبقى المم في الكاف 10 في 3 30 هنا 200 30 في 12 360 400 250 الناتج بالقلل حسبة الشباب محترم 1240 طب امتصر ما التعرف بقى الوسط الحسابي يلا نجيب الوسط الحسابي بالقلل حسبة مج مم في كاف على مج كاف الالة 1040 على الاربعين الالة طلعت 31 وممتازين الشباب تعال نشوف مثال اخير في الوسط عايز برضو قيمة السين والكاف يلا بقى تكرار للكلام المجموعات انا عاوز بقى السين تبقى بكام 10 في اكثر 20 30 يبقى هنا السين بتساوي 40 في اكثر دي سهلة طب الكاف الشباب المحترم ركز عشان فينا كاف زائد الواحد حجم مع كل ده وساويه بالعشرين ممتاز بس ركز قوي 6 زائد الخمسة زائد الكاف زائد الواحد زائد التلاتة زائد الاتنين بتساوي العشرين نجمع الاركام بالقالة ستة وخمسة بالقالة حسبة طبعا 11-12 14-17 زائد الكاف بتساوي العشرين مش كافة جماعة يبقى جماعة ستة زائد الخمسة زائد الواحد بتاع ده 12-5-17 أبقى تقول لي كاف العزاء دي كاف ودي اللي بقى السبعة عشرين هناك بعكس الاشارة يبقى الكاف بتساوي 20-17 يبقى الكاف بتساوي 3 أنا جبت الكاف بتلاتة وجبت السين بـ 40 في أكثر يلا نشيلهم ونحطوا قيمتهم هنا عشان نعمل الجدول بنظافة المجموعة تبقيت 10 في أكثر خد بالك من ترك اللي جاي 20 في أكثر 30 في أكثر اللي احنا جبناها 40 في أكثر 50 في أكثر خد بالك من ترك اللي جاي عشان ده نقطة ضعف الناس 6 ماشي 5 ماشي أحط هنا كم يا محترمين في واحدة هيقول لي 3 لا ده الكاف اللي طلعت بتلاتة هي دي كاف ولا كاف زائد الواحد كاف زائد الواحد يبقى لما أنا طلعت الكاف بتلاتة أحط هنا كام 3 ولا 3 زائد واحد يعني 4 4 وبدليل 4 واللي بعدها 3 واللي بعدها 2 لو سيادتك كنت حطيت 3 كان لنا دك حيطلع 19 انت غلط آه لا يا مستر 3 كاف وده كاف زائد الواحد يبقى كاف زائد الواحد يعني 3 زائد واحد كام 4 اتأكد ان مجموحهم 20 فعلا مجموحهم 20 يبقى أنا صح بعد ما عمدت الجدولة بخنتين هنعمل جدولة بربعة خنات بس هعمل اعادة سريعة لدي 10 في اكثر 20 في اكثر 30 في اكثر السين عبارة عن 40 في اكثر 6 زائد 5 زائد كاف زائد الواحد زائد 3 زائد 2 بسوى العشرين حجمع كله وسوى بالعشرين جماعة 6 زائد الخمسة زائد الواحد ده زائد 3 زائد 2 بسوى العشرين طلعت مجموحهم 17 وديت هناك كاف بتلاتة الكاف يا جماعة هي اللي بتلاتة اخذتوا درجتها بس الجدول بقى 6 و 5 كاف زائد الواحد يعني 3 زائد واحد يبقى 4 و 3 و 2 و 20 يلا الجدولة بربعة خنات المجموعات مين كاف مين في كاف المجموعات 10 في اكثر 20 في اكثر 30 في اكثر 40 50 والمجموعة مركز المجموعة الاولى عبارة حدها الادنى زائد الاعلى بقى هنا حريفة بقى على الاتنين يعني 10 زائد العشرين على الاتنين يعني 15 اول مركز 15 انا ماشي اديه 20 نقص 10 بزود عشرات يلا نزود عشرات يا محترمين بقى هنا 25 جدع 35 35 55 55 الكاف الستة الخمسة الاربعة التلاتة الاتنين والمجموعة عشرين 6 في خمشة ربعا حسبها بتسعين 125 140 تلاتة في 45 135 110 المجموعة 600 يلا بقى الوسط الحسابي خلاص احنا عرفنا الموضوع الوسط الحسابي بيساوي مج مين في كاف على مج كافي يبقى فيه امثلة خدت اربعة امثلة وانت بقيت ما شاء الله حريف وقفت واشتغلت لوحدك وتاخد عليها واجب والنتج 30 وتبقى محترم طيب احنا كده خلصنا الوسط الحسابي ووسط الحسابي لتوزيع تكراري عن الجدول طيب تعال نشوف بقى المنوال برضو لتوزيع تكراري المنوال لجدول تعال نشوف احكاة المنوال لجدول دي بديني جدول برضو زي مجموعات وطلب مني حاجة اسمها الدرجة المنوالية او المنوال كلمة الدرجة المنوالية الطول المنوالي يعني يقصد المنوال المنوال طبعا من الصراحة بقى لها عشان اجبل المنوال تعال كده حبيبي ده لازم راس ببياني جيب ده ورقة راس ببياني طبعا انت عارف الورقة الحمرة بتسيب خانة من هنا وخانة مني. نتيجة عند النقطة دي. وتعمل خط كده وفقيه. وخط رأسي. انت طبعا بالمسطرة انت يعني ادق مني. لو اعملت بدكة شوية. وين الرأسي? يبقى لتاب خانة. سيبت خانة هنا. اللي هي الحتة دي الحتة دي. عملت كده وكده. وقلت له هنا المجموعات. وهنا التكرار. وركز بقى. المجموعات والتكرار. اللي فوق تحت. يعني المجموعات هي اللي فوق هنا. هي اللي تحت هنا. طب يلا. ما بحطش حاجة عند التقاء المحورين. ولا صفر ولا حاجة. اول حاجة عندك عشرة فاكتر. اكتب هنا عشرة فاكتر. وبعد كده. هه? عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين. اخر حاجة هتعندي خمسين. صح? بزود حاجة اخر خالي عشان تستوعب اخر مستطيل. يعني ايه مصر. حاجة بيلا ستين فاكتر. اللي ايه مصر هتعرف حالا. وهعمل الاتي. بص الشباب محترمكم. هعمل مستطيلات. حاجة بالمنظر ده كده. طب هعملها ازاي? تعالي تعلم. عشرة فاكتر لغاية الخمسة. بحاجة من عند العشرة. اطلع لغاية الخمسة. طب احنا عملنا مصر المجموعات هي. التكرار. اعلى تكرار عندي كام? اعلى تكرار. يعني اكبر رقم تحت كام? اتناشر صح? من ناجه في المجموع. اعلى تكرار عندي كام? اتناشر. الافقي اللي فوق تحت nouveau تحت اللي فوق نزل اللي تحت لأ بنشوف اعلى رقم اتناشرة يبقى حمشي كرستة كافي واحد اتنين. يبقى حمشي هنا واحد. اتنين. تاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشرة. كرستة كافي. يبقى تاني قبل اعملنا حرف ايهل؟ نقطة هنا واعملت خط افقي وخط راسي اللي فوق تحت بقى ده المجموعات وهنا التكرار طب المجموعات نزلناها عشرة فا اكثر عشرين ثلاثين أربعين خمسين عشرة فا اكثر عشرين ثلاثين أربعين خمسين وزودت خانة عشان حتستوعب اخر مستطيل اه زودت عشر مستطيل طب اللي تحت ده هلحكتب هنا خمسة تمانية اتناشر لا يا حبيبي اشوف اعلى رقم تحت تمانيش جعب المجموع اعلى رقم تحت كام اتناشر على ايه اساسة مستر بابا لو انت شفتيني اعلى رقم خمسة ستة سبعة لغاية اتناشر خمسة كرست تكفي لغاية واحد اتنين طب لو ليت اعلى رقم اربعين لأنا حامشي مستر خمسة عشر عشرين لقيت في حاجة وعشرين حامش اتنين اربعة بحيث ان كرست تكفي انما المجموعات ما فيهش لعبة بتنزل تحت اعلى رقم كام الشباب تاني اتناشر كرست تكفي اه يبقى مش واحد اتنين يلا بقى نعمل مستطيلات عشرين لغاية عشرة لغاية الخمسة من عشرة اطلع لغاية الخمسة اهو واعمل خانة بعدها واعمل القاعدة العليا للمستطيل بعمل كده بس يبقى باخد او باخد اللي بعدها مش اللي قابلها يبقى عشرة لغاية الخمسة هي واللي بعدها كمل عشرين للتمانية من عندي العشرين لغاية التمانية اهو هي واللي بعدها اهو 30 للـ 12 30 لغاية الـ 12 أطلع الـ 30 لغاية الـ 12 هي ولي بعدها 48 الـ 40 أطلع لغاية الـ 8 هي ولي بعدها جميل 50 للـ 7 50 للـ 7 هي ولي بعدها أه مصر عشان كده تزاودت خانة عشان تستوعب آخر مستطيل في همد طب هعمل إيه عشان أعمل المدرج ده من أعلى نقطة واسقط أعلى نقطة هو اسقط أعلى نقطة مش ديئة اللي فوقها هي أعلى نقطة واسقط بالمصطرة طبعا الشباب أعلى نقطة مش ديئة هي اللي فوقها واسقط من أعلى نقطة ببدأ أسقط أهو كده رسمت المدرج التكرار طب هم مصر لأنا معك رسمت المدرج فين يا عم بقى المنوال بتاعك حاجة من عند أعلى عمود أعلى عمود ده ولا ده أعلى عمود ده هو باين هعمل X يعني X حوصل البداية بتاعته بالبداية بتاعت اللي قابليه والنهاية بنهاية اللي بعديه أهو بعمل X أوصل ده كده بالمصطرة طبعا وده كده بالمصطرة طبعا تقطعوا الإكسين دول هنا أخد ديه أسقطها على محور المجموعات أهو يلا مع بعضهم هنسقطها مع بعضهم هو ده المنوال طب حكتب له المنوال يساوي الرقم ده عاوز أقرأه 30 و40 أعمل إيه عشان أقرأه أعلمك أقرأه بس بعد ما أقولك أخطأك اللي هنا لو أنا عملت ده أعلى عمود أهو بوصل اللي قابليه باللي قابليه واللي بعديه باللي بعديه فحقولك على أخطأك واحد يقوم عملي كده يابني يا حبيبي الكلام ده بيبقى جوه يعني هعمل كده أوصل ده بده أهو أوصل ده بده أهو واجه للنقطة دي واسقطها على محور المجموعات يجي واحد يقول لأه أنا بحب الإكس قوي يقوم عملي إكس كده أي حاجة إكس لا يابني بوصل ده باللي قبليه زي ما احنا اتفقنا اخر مرة كل دي كانت اخطاء بوصل دهب ده ودهب ده واسقط ماشي يبقى الصح عارفنا تعاني شوف بقال باشا المحترم عاوزين نقرأ الرقم ده احنا قلنا جينا عندي اعلى عمود وعملنا اكس وصلنا اللي قبليه باللي قبليه واللي بعديه باللي بعديه ونقض طاقات واسقطنا على محور المجموعة عاوزين نقرأ الرقم ده الناس المحترمة بجمع ده وده واسمهم على الاثنين بالقال حسبة 30 زائد 40 الكل على الاثنين القال طلعت لخمسة وتلاتين يبقى المنوال خمسة وتلاتين مصر انا حاس انه سهل بساعدها لتاني طبعا انت سهل انك انت توقف وتعيد بس انا حاديها لك تاني المنوال مفوش جداول في شبكة بيانية بيديجى عند الورقة الحمرة بتاعتك دي وتيجى نقطة هنا وتقومها من افقي ورأسي اللي فوق تحت واللي تحت فوق طب اللي فوق تحت زي ما هو ما بكتبش حاجة عند التقاء المحلول ولا صفر ولا حاجة حاجة تب هنا عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين اخر خمسين حزاب ود واحدة انا ماشي عشرات يبقى حزاب ود واحدة بطول المجموعة عشان تستوعب اخر مستطيل طبقوا الرأسي بيخضع لمقياس رأسي بحيس انك الرأس تتكافي اعلى رقم اتناشر ده المجموعة من الناشر ده وابي اتناشر كالرأس تتكافي واحد اتنين عملت اعلى عمود عملت بقى انا عاوز امثل دول على عشرة الخمسة اجي العشرة واطلع لغاية الخمسة اهي واخدها واخد اللي بعدها بعمل قاعدة العليا يعني بعملش كلهم مرة واحدة بعمل قاعدة العليا بس عشرين للتمانية العشرين اطلع للتمانية هي واللي بعدها قاعدة العليا الاربعين تلاتين واللي اتناشر تلاتين واللي اتناشر هي واللي بعدها وهكذا واسقط من اعلى عمود وسط. باقي باختار اعلى عمود واعمل اعلامة الفي. الاكس. اللي قبليه باللي قبليه واللي بعديه باللي بعديه. تكاطعه هنا. اهم حاجة ما تقوليش هوا مشي. لا اقراها. باخد تلاتين زي اربعين على الالة حسبة. على الاتنين. المنوال تطلع بخمسة وتلاتين. تعال نشوف مثال جميل. واخير. لاخونا. المنوال. الله ده طلب من الوسط والمنوال. طب فرصة. طلب الوسط مراجعة الوسط. ها? المجموعات. ميم. كاف. ميم في كاف. يلا محترمين. المجموعات. اتنين فا اكثر. اربعة فا اكثر. ستة فا اكثر. تمانية عشرة. المجموع. الميم. مركز المجموعة الاولى. بيساوي حدها الادنى. اتنين زي ادل اعلى. اربعة. على الاتنين. الناتج بيكون تلاتة. ماشين قد ايه الشباب? اربع نص اتنين اتنين. فكر نفسك. بزاود اتنين. اتنين وثلاتة. خمسة. اتنين وخمسة. سبعة. تسعة. حداشر. كاف. تلاتة. عشرة. اتناشر. عشرة. خمسة. المجموع اربعين. ميم في كاف تلاتة في تلاتة بتسعة. خمسة في عشرة بخمسين. بقع وتمانين تسعين. خمسة وخمسين. المجموع. ميتين تمانية وتمانين. الوسط الحسابي بيساوي. مج ميم في كاف يعني ميتين تمانية وتمانين على الاربعين. ايه اللي طلعت لي? مئتين تمانية وتمانين على الاربعين. سبعة واتنين من عشر. كويس. جبنا الواسط الحسابي. ايه كان? المنوال. يلا بقى انفكر بعض بالمنوال الجديد. باجع عند النقطة التكاطع دي. يلا. بعمل افقي. ملنجع بزيب خانة هنا وخانة هنا. والرأسي. بيهدوء طبعا بالمصدر انت. يلا نفكر بعض. اللي فوق تحت. يعني ده تحت. بس مبتقش من انتقاء المحورين. بابدع من هنا. اتنين في اكثر. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. وزودت خانة طول المجموعة اتناشر. انا ماشي طول ما انا ماشي بزود اتنين. عشان يصعب اخر مستطيع. اعلى رقم كام? اتناشر. برضو بمشي واحد اتنين. تكافي كراستر. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. 11. 12. تعال بقى نشوف التمثيل من مكتوب اتنين للتلاتة. اتنين اطلع للتلاتة. هي واللي بعدها. مش واللي قبلها واللي بعدها. اربعة للعشرة. اربعة تمانية والعشرة عشرة والخمسة ويلا نسقط بقى من اعلى نقطة بسقط نحب نسقط بس بالمسطرة طبعا من اعلى نقطة بسقط طبعا انت اضك مني المسطرة مع سيادتك يلا بقى نشوف اعلى عمود ونعمل اكس اعلى عمود بوصل ده باللي قبليه ووصل ده باللي بعديه واجه من هنا واسقط ويلا نقرأ الرقم الرقم ده معصول ما بين الستة والتمانية يعني ستة زائل تمانية على الاتنين المنوال طالع سبعة ستة زائل تمانعة عثلين سبعة تلاحظ ان الارقام قريبا لبعض يعني احنا طلعان الوسط سبعة وتن من عشرة المنوال طالع كام سبعة الارقام قريبا بعض مهدي بتقيس مقاييس نازع مركزية طبعا ادقوهم الوسط لانه مفوش لعب حبابي طبعا احنا شايفين ان الوسط والمنوال الاتنين سهلين الوسط جدول المنوال حرف قل وطبعا بنعدل الاتنين انا بديك اجي المسال الاخير لم الوسط والمنوال يبقى انا ان شاء الرحمن متأكد باذن الله ان انت وقفت وحلت لواحدك وفهمت وربان فتح عليك طبعا بمجرد ما هتوقف الواجب هيكون وصللك على الجروب بتاع الواتساب بتاعك ده يعني ما اسألتين من هنا وما اسألتين من هنا مع وجبك بتاع الشغل بتاعك هيجي لي بقى يوم الحد باذن الرحمن يبقى انت تاني يوم الجمعة اللي هو النهاردة وصللك الفيديو اقعد بقى زي ما احنا اتفاقلنا المحظورات ايه والشغل ايه بس اقعد كده بهدوء كده مش هياخد منك ربع ساعة واجبك والله ما ياخد منك ربع ساعة الجداول سهلة والمنوال اسهل بس بورقة راسم باني لو انت عاوز استعمل المسألتين في ورقة راسم باني ورقة راسم باني وتسلمهم جواك كشكول بس متدبسين ماشي عاوز تسلم كشكول الكارس راسم باني اللي اتنين موافقة عليهم ارجو للناس المحترمة تعمل اللي احنا قلناه وشكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته